اجتمع محافظ جنوب سيناء خالد فودة مع قناصل تسع دول أوروبية هي لاتفيا، ايرلندا، بلجيكا، سويسرا، تشيك، فرنسا، بورتغال، إسبانيا وهولندا وذلك في أعقاب زيارتهم لعدد من الفنادق ومستشفيات شارم الشيخ والمركز الدولي المؤتمرات بالمدينة للتنسيق لزيارة وفد أو وفود هذه الدول وحضور مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر المقبل وخلال اللقاء استعرض المحافظ أهم المشروعات والاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ وهي حوالي 27 مشروعا قوميا مضيفا أنه سيتم الانتهاء من معظمها أواخر سبتمبر القادم استعدادا لمؤتمر تغير المناخ السبع والعشرين نحن النهاردة استقبلنا حوالي 12 كونسل من الاتحاد الأوروبي نهاردة يعني بدعوة أو بتوجهات من الضغط الخارجية ده نستقبلهم في الحقيقة اللقاء كان رائع جدا وإندل على شيء دول على اهتمام هذه الدول بهذا المؤتمر العالمي مش كده وبس ده أنا من منذ شهرين وأنا بستقبل سفراء دول عديدة أنا استقبلت حتى الآن ما لا يقل عن خمسين سفير دولة ويمكن النهاردة سبع مساء هستقبل سفير كندا وبالأمس القريب كان هناك سفير هولندا وتتوالى الدعوات أو تتوالى المطالب مقابلة معافز جانوب سيناء ويمكن آخر مطالبة كانت من سفير أوز باكستان اشتركوا في القناة